الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم و بارك و أنعم على نبينا محمد صلى الله عليه و على آله و أصحابه أفضل صلاة و تم تسليم أما بعد حياكم الله أخواني الطلاب في مادة توحيد واحد أهلا و سهلا بكم اليوم معنا الدرس الأخير من هذا الكتاب العظيم ذكرنا في أول هذا الكتاب و تكلمنا عن العقيدة الإسلامية ثم تكلمنا بعد ذلك عن أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الألوهية و بيناها كاملة ثم بعد ذلك توحيد الربوبية ثم توحيد الأسماء و الصفات ثم بعد ذلك انتقنا إلى معرفة النبي صلى الله عليه و سلم و الحقوق الواجب له ثم بعد ذلك تكلمنا عن البيعة و المسائل المتعلقة بالبيعة الشرعية لولي الأمر وهو خادم الحرمين الشريفين حفظه الله و تعالى ثم تكلمنا بعد ذلك عن خطورة الجماعات و الفرق الظالة و اليوم إخواني و أخواتي نتكلم عن مسألة مهمة جدا في العقيدة الإسلامية و هي الحكم بما أنزل الله سبحانه و تعالى ما هي أهداف درسنا لهذا اليوم؟ الهدف الأول أن يتعرف الطالب معنى التشريع و الهدف الثاني أن يبين الطالب أهمية الحكم بما أنزل الله سبحانه و تعالى و الهدف الثالث أن يتعرف الطالب على نظام الحكم في المملكة العربية السعودية التشريع ما هو التشريع أخواني و أخواتي؟ التشريع هو كما ترون على الشاشة ننظر إليه هو وضع أحكام إلزامية يعمل بها الناس و يتحاكمون إليها هذا هو التشريع هو وضع أحكام ليست خيارية إلزامية هذا يسمى تشريعا وضع أحكام إلزامية يعمل الناس بها و يتحاكمون إليها طيب هذا التشريع هو حق لمن؟ هو حق لله تعالى وحده لا شريك له سبحانه و تعالى فيما نزل فيه تشريع منه سبحانه و تعالى الأمر الذي نزل فيه تشريع هو حق لله سبحانه و تعالى لماذا هو حق لله؟ لأن الله هو مالك هذا الكون و هو الخالق للعباد سبحانه و تعالى فهو الأعلم بمصالحهم فهذا التشريع الذي جاء من عند الله سبحانه و تعالى حق خاص به سبحانه و تعالى لذلك ندرس و نتكلم عن الحكم بما أنزل الله لماذا؟ لأنه حق لله جل وعلا حق لله جل وعلا و الله عز وجل أكمل لنا الدين و أتم علينا النعمة و رضي لنا الإسلام دينا يقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا فالله سبحانه و تعالى كمل لنا هذا الدين و أتم لنا هذا الدين أكمل تمام و أكمل بيان في هذا الدين العظيم فلا يمكن أن يكون هناك نقص في الدين لكي يأتي أحد و يتكلم في أمر اختص الله به سبحانه و تعالى فهو متعلق بأمر الله جل وعلا فالحكم من الأشياء المتعلقة بالله سبحانه و تعالى كما قال الله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا و لذا جاءت الشريعة الإسلامية بقواعد كلية عامة و هذا من تمام هذه الشريعة جاءت بقواعد كلية عامة تأملوا إلى هذه الكلمة بقواعد كلية عامة طيب لماذا جاءت بهذه القواعد الكلية العامة؟ لأنها تتسع للمستجدات مع تنوع الأحوال و الأزمان فهذه القواعد الكلية العامة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية تستطيع أن تجعلها في كل زمان وفي كل مكان تستطيع أن تنزلها في الواقع المعاصر والواقع القديم وكذلك المستقبل لأنها قواعد كلية يستطيع الإنسان أن يعمل بها بمقتضى ما أنزل الله سبحانه وتعالى وتركت أمور اجتهادية وتفصيلية لتقدير ولي الأمر هذه الأمور الاجتهادية والتفصيلية جعلتها في حرية ولي الأمر يستطيع أن ينفذ هذا الأمر ولي أمر المسلمين وولي أمر المسلمين في بلادنا المباركة هو خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية في إدارة شؤون الدولة هذه الأشياء التفصيلية الاجتهادية التي لولي الأمر أن يفعلها في إدارة شؤون الدولة وإصدار الأنظمة واللوائح المحققة للمصلحة فهذه كلها من صلاحيات ولي الأمر وهو خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى لماذا؟ لأنها مرتبطة بهذا الأمر فهي أمور تركتها التشريع الإسلامي وتركتها الشريعة الإسلامية تفصيليا لكي يستطيع أولاة الأمر أن ينظروا إلى هذه الأمور من المصالح والمفاسد فينظروا هذه الأمور ويحققوا هذه الأمور بالمصلحة الراجحة في ذلك هذا نشاط مهم إخواني وأخواتي بالرجوع لتفسير السعدي رحمه الله أطلعوا على معنى قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تأملوا ماذا؟ ما هو المقصود من النشاط لكي تجتهدوا في حله وتتأملوا في هذه الآية وفي تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى تأملوا معي هذه الآية تبين كمال الشريعة وشمولها لكل المستجدات أتحدث في المستجدات العصرية من الأمور التي لم تكن موجودة من قبل مثل الأمور التقنية والاقتصادية وسائل المواصلات والتواصل وغيرها وأن في الشريعة الإسلامية متسع لها بيّن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى كلاما نفيسا في هذا الباب تحت تفسير هذه الآية العظيمة فحريبنا أخواني وأخواتي أن نعود إلى هذه الآية ونعود إلى هذا التفسير العظيم الذي مر معنا في مادة التفسير واحد في أولى ثنوي وبيّننا لكم أن من المصادر الموثوقة هذا الكتاب المهم تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى فحريبنا أخواني وأخواتي أن نعود إلى هذه الآية ونتأمل من خلال هذه الأمور التي ذكرتها لكم فسنجد الجواب والكلام الشافي المهم في هذا الباب وهذا البيان أهمية الحكم بما أنزل الله وقبل أن نعرف أهمية الحكم بما أنزل الله لابد نعرف أمر وهو ما معنى الحكم بما أنزل الله ما معنى الحكم بما أنزل الله نحن عرفنا قبل قليل التشريع أنه أمر إلزامي هذا الأمر الإلزامي من حقوق الله جل وعلا طيب ما معنى الحكم بما أنزل الله كما في هذه البلاد المباركة نحن نحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى طيب كيف أعرف أن هذا حكم بما أنزل الله تأملوا مي أن تكون الشريعة الإسلامية انظروا إلى هذا التعريف المهم أن تكون الشريعة الإسلامية التي نزل فيها تشريع من الله ثابت بدليل صحيح صريح مقبول أو أجمع عليه العلماء المعتبرون هذه الشريعة الإسلامية لابد أن تكون نزل فيها تشريع من الله من طريق ماذا؟ من طريق دليل صحيح ومن طريق الإجماع من طريق دليل صحيح سواء كان من القرآن أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي طريقة كانت المهم أن يكون بطريق صحيح والأمر الآخر بالإجماع إذا ثبت هذه الطرق من القرآن أو السنة أو الإجماع فإنه مما أنزله الله سبحانه وتعالى فإنها تكون شريعة إسلامية تكون شريعة إسلامية منطلق المسلم والمجتمع الإسلامي في شؤون الحياة هذه الشريعة الإسلامية هي منطلق المسلم والمجتمع الإسلامي في شؤون الحياة وحاكم على جميع الأحوال وفاصلة للنزاع بين الناس فهذه الشريعة هي منطلق كل مسلم يكون المسلم أمره من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من إجماع أهل السنة والجماعة في ذلك فهذا هو المنطلق منطلق كل مسلم وكذلك المجتمع الإسلامي في شؤون حياته الدينية والدنيوية وحاكمة على جميع الأحوال وفاصلة للنزاع بين الناس فالحكم والفصل في المنازعات بين الناس هو من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الحكم الشرعي في القضاء الشرعي في هذه البلاد المباركة الذي يفصل بين النزاع بين الناس من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتتضح أهمية الحكم بما أنزل الله من خلال ما يليه نحن عرفنا قبل قليل التشريع ثم عرفنا ما معنى الحكم بما أنزل الله والآن نعرف ما هي أهمية الحكم بما أنزل الله أولا أهمية الحكم بما أنزل الله أن الله فرض على المسلمين الحكم بشريعته من هو الفارض؟ هو الله جل وعلا الذي خلقنا فيجب أن نمتثل هذا الأمر الله هو الذي فرض هذا الأمر لذلك يقول الله جل وعلا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله فالله أمرنا أن نحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وهذا يدل على أهمية هذا الأمر وهو الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني أن الكتاب والسنة مشتملان على أحكام تفصل بين الناس فيما يتنازعون فيه ولم يترك الكتاب والسنة شيء إلا وقد بيّنه للمحاكمة بين الناس ولفضل النزاع لذلك يقول الله سبحانه وتعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا ماذا؟ أن يكون لهم الخيارة من أمرهم مدام في آية وفي نص عن رسول الله وهذا الأمر الآية والسنة موجودة فإنها هي التي تفصل في هذا الأمر فهي التي تفصل ولا خيار الإنسان في ذلك وهذا من الإيمان الكامل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيارة من أمرهم الأمر الثالث أن أحكام الله فيها الخير والهدى والسعادة لماذا فيها الخير والهدى والسعادة؟ نقولنا أن فيها الخير والهدى والسعادة ما الجواب؟ لماذا؟ لأنه سبحانه العالم بمصالح العباد فلا حكم أحسن من حكمه لا يمكن أن يأتي حكم أحسن من حكم الله سبحانه وتعالى لما تحقق في نفوسنا من خلال دروس سابقة في عظمته في الربوبية وأنه هو المتصرف لهذا الكون وأنه هو الحكم العدل سبحانه وتعالى وأنه هو المستحق لجميع أنواع العبادة سبحانه وتعالى وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلا فإن حكمه هو الحكم الأمثل والأحسن لذلك يقول الله جل وعلا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون من أحسن من الله حكم لقوم يوقنون عندهم يقين تام بقدرته سبحانه وتعالى واستطاعته لذلك وهذا من كمال التوحيد فقوة توحيد الإنسان بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات يحقق هذا الأمر في قلبه لأن الله هو الذي يستطيع أن يحكم الحكم الأمثل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون بعد أن أعرفنا هذا الأمر وهذا التأصير المهم ننظر الآن في الحكم في المملكة العربية السعودية ومن نعمة الله علينا أخواني وأخواتي أن في هذه البلاد المباركة نحكم بالشريعة الإسلامية تأملوا معي أن المملكة العربية السعودية تحكم بالشريعة الإسلامية ففي النظام الأساسي للحكم هذا النظام الأساسي للحكم لابد نعرف هذا النظام ونقرأ هذا النظام الأساسي انظروا في هذه المواد في النظام الأساسي للحكم ماذا يقول؟ المادة الأولى اسمعوا معي هذا الكلام جيدا وتأملوه المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية تأملوا ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغتها اللغة العربية وعاصمتها مدينة الرياض هذه المادة الأولى في نظام الأساسي للحكم الذي تبين أن المملكة العربية السعودية هي تحكم بالشريعة الإسلامية بنص المادة الأولى في نظام الأساسي للحكم تأملوا أيضا المادة الخامسة ماذا تقول هذه المادة؟ نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي ويكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء ويبايع من الأصلح منهم للحكم على ماذا يبايع؟ على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد كما مر معنا وفقا للنظام البيعة وهيئة البيعة التي مرت معنا في درس سابق تتأملوا أن هذا الحكم لا يكون باختيار آراء إنما وفقا للكتاب والسنة وهذا هو في المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لهذه البلاد المباركة أيضا في المادة الثامنة ماذا تقول هذه المادة؟ يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية وفق الشريعة الإسلامية وهذا كله يدل على أن هذا الحكم داخل في الشريعة الإسلامية المحاكم في المملكة العربية السعودية تأملوا معي الشاشة أخواني وأخواتي جاء في المادة الأولى في نظام المرافعات الشرعية تأملوا هذا النظام تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه إيش؟ الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من الأنظمة وهذه الأنظمة كما ذكرنا لكم أن الأمور التفصيلية هي داخلة في القواعد العامة التي جاءت في شرعنا القواعد العامة التي جاءت في شرعنا ومن أمثلة المحاكم في المملكة العربية السعودية محاكم التنفيذ هذه من الأمثلة المطلقة وسنبين لكم بعد قليل هذا التفصيل الذي ذكرناه لكم محاكم التنفيذ من هذه الأمثلة أيضا المحاكم العامة وكذلك من الأمثلة المحاكم الجزائية وكذلك محاكم الأحوال الشخصية وكذلك المحاكم العمالية وكل هذه المحاكم لها اختصاصها وهي مبنية على النظام المستند إلى الكتاب والسنة المستند إلى الكتاب والسنة تأمنوا معي هذه الصورة كما هي معكم في الكتاب كفلت المملكة العربية السعودية حق التقاضي العادل من خلال الأخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي الذي يمكن المتقاضيين أمام المحاكم في هناك درجات لهذه المحاكم الدرجة الأولى محاكم الدرجة الأولى التي تسمى الابتدائية هي التي مرت معنا المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية ومحاكم التجارية ومحاكم العمالية ومحاكم التنفيذ أما الدرجة الثانية فهي محاكم الدرجة الثانية وهي ما تسمى بمحاكم الاستئناف بمحاكم الاستئناف وأما المحكمة الثالثة والقسم الثالث هي ما تسمى بالمحكمة العليا بالمحكمة العليا وهذا هو تنظيم إداري لترتيب هذا الأمر وكلها تتعلق بالحكم الشرعي كما نص على المادة في المحكمة العليا أنها متعلقة بانضباط ما يتعلق بالأمور الشرعية وأنها منصوصة على الكتاب والسنة حرمة التحاكم إلى العادات والعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية هذه فتوى مهمة جدا ينبغي أن نتأملها جيدا أخواني وأخواتي فتوى صدرت من اللجنة الدائمة الإفتاء في بعض الأحكام القبلية التي يسمونها صلحا وهي مخالفة للشرع المطهر حيث تضمنت جملة الفتوى تأملوا الأول يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية لا إلى الأحكام العرفية ولا القوانين الوضعية وما ذكر في السؤال إنما هو تحاكم إلى مبادئ وقواعد عرفية ولهذا يسمونها مذهبا ويقولون لمن لم يرضى بالحكم بمقتضاها إنه قاطع المذهب وتسميته صلحا لا يخرجه عن حقيقته من أنه تحاكم إلى الطاغوت ثم الحكم الذي يعينوه من الذبح أو الضرب بآلة حادة على الرأس حتى يسل منه الدم ليس حكما شرعيا ثم قالوا العلماء لجلة في هذه اللجنة المباركة قالوا وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل أن لا يحكموا بين الناس بهذه الطريقة ويجب على المسلمين أن لا يتحاكموا إليهم إذا لم يعدلوا عنها إلى الحكم بالشرع واليوم ولله الحمد قد نصب ولي الأمر قضاه يحكمون بين الناس ويفصلون في خصوماتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله وسلم ويحلون مشكلاتهم بما لا يتنافى مع شرع الله فلا عذر لأحد في التحاكم إلى الطاغوت بعد إقامة من يتحاكم إليه من علماء الإسلام ويحكم بحكم الله سبحانه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم هذه الفتوى المهمة من اللجنة الدائمة للإفتاء بعد ذلك هذه فائدة مهمة جدا إخواني وأخواتي وهي أن لولي الأمر وضع الأنظمة التي يراها محققة للمصرحة العامة مثل نظام المرور وكذلك نظام الجوازات ونظام الموارد البشرية وأنظمة البلديات ونحوها من الأنظمة ونحوها من الأنظمة إذا عرفنا هذا الأمر فإننا نعرف لابد أنه يجب علينا أن نسمع ونطيع في ذلك لماذا يجب علينا أن نسمع ونطيع يا أخواني وأخواتي لأن هذه الأمور كلها داخلة لأنها من المعروف لأنها من المعروف والذي يحقق المصالح ويدفع المفاسد ولأن مخالفتها ماذا ينتج عنه؟ سبب للفوضى والظلم وضياع الحقوق فالعمل بها من العمل بشرع الله سبحانه وتعالى فالعمل بها من العمل بشرع الله سبحانه وتعالى نتحقق من فهمنا بعد أن أخذنا هذا الدرس تأملوا معي السؤال أول هو وضع أحكام إلزامية يعمل الناس بها ويتحاكمون إليها هو تعريف للتشريع أو تعريف للقانون ما رأيكم؟ بلا شك أنه تعريف للتشريع تعريف للتشريع سؤال الثاني الكتاب والسنة مشتملان على أحكام تفصل بين الناس فيما يتنازعون فيه هذه العبارة صحيحة أم عبارة خاطئة؟ ما رأيكم؟ بلا شك أن العبارة صحيحة الكتاب والسنة مشتملان على أحكام تفصل بين الناس فيما يتنازعون فيه فيجب أن نتحاكم بالكتاب والسنة سؤال الثالث من أمثلة المحاكم بالمملكة محكمة التنفيذ المحكمة الجزائية المحكمة العمالية جميع ما سبق بلا شك أن الجواب هو جميع ما سبق وقد ذكرنا خمسة محاكم تقريبا استدل على أن أحكام الله فيها الخير لعباده لأنه العالم بمصالحهم فلا حكم أحسن من حكمه سبحانه وتعالى ما رأيكم؟ الدليل؟ نعم هو قوله جل وعلا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون بهذا نكون بحمد الله وتوفيقه قد انتهينا من هذا الدرس نسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر